في البداية سنتحدث عن دور لعبته وقدمته وهو دور الزعيم عاد الإمام في عرض مسرحي ضمن افتتاحية مهرجان المسرح القومي خبرني أكثر عن كواليس هذا العمل الذي قدمه ضمن أهم وأعرق المهرجانات في عالمنا العربي والله طبعا ما احترمنا الكبير لأستاذنا الكبير عاد الإمام محدش يقدر يعمل عاد الإمام عاد الإمام واحد بس ده أولا سنين هو أنا كنت نضيف شرف معهم في الاحتفالية كنا بنعمل شخصيات مصرحية عبر التاريخ المصرح العربي وبذات المصرح المصري العمل اللي أثرت قوي في المشاهدين فمن ضمنهم قرر يوجدوا شخصية سرحان عبد البصير فإحنا كنا نعملها بشكل تاني عكس العمل لأستاذ الإمام لتأثير وتأثرنا بفكرة مصرح هذا الإمام أو شخصية زي سرحان عبد البصير فكان ده الموضوع بكل بساطة مش عرض المصرح أقدم هو احتفالية وافتتاحية للمهرجان وطبعا شرف ليه لإني مهرجان المصرح القومي أنا ابن مصرح الدولة وموظف مصرح الدولة وبشغل مصرح من وانا عائل صغير فطبيعا ما المصرح ينديني في أي وقت بأي شكل من الأشكال فلازم أبراح وأنا بجري عليه ترجمة نانسي قنقر